اللغط الذي أثير حول اتفاق دولة الإمارات مع إسرائيل وإحقاقا للحق لا بد من كلمة فمن الناحية الشرعية لا أعتقد أن مثري اللغط لم يسمعوا بفتاوى العلماء بجواز الصلحي مع اليهود ويكفيك فتوى الإمام عبد العزيز بن باز وتعزيزها بفتوى من الإمام محمد بن عثيمين أما من الناحية السياسية فدولة الإمارات دولة لا تلقص الشجاعة في اتخاذ القرارات في أيام الحرب وأيام السلم ففي أيام حرب 73 كانت الإمارات أول دولة عربية تقوم بإيقاف تصدير النفط للغرب واستخدمت النفط كورقة ضغط سياسية ومواقف الإمارات تجاه القضايا العربية والإسلامية مواقف مشرفة لا يزيد عليها أحد أما في السلم وما يخص هذه الاتفاقية فكما هو واضح أن دولة الإمارات وضعت مصلحة محيطها العربي والإسلامي نصب عينها في هذا الاتفاق دولة الإمارات ليست مثل دول أقامت علاقات في السر والعلن مع إسرائيل علاقات قائمة على التنازلات وعلى الإضرار بمحيطها دولة الإمارات في هذه الخطوة أحسب أنها قطعت الطريق على من يرتزق من قضية فلسطين مثل ذاك الزعيم الذي يقوم بالعنتريات ويقول أنا لا أجالس قاتل الأطفال طيب واش جابك عنده دامك تلل أنه قاتل أطفال ولا عشان تحبك المسرحية عدل كما أحسب أن دولة الإمارات قد ضيقت الخناق على إحدى الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل وليس لها من الحم إلا الإضرار بمحيطها فالإمارات أقامت هذه العلاقة بشجاعة وبتحقيق كثير من المكتسبات هذا خير من المتاجرة بالقضية ومن الشعارات الجوفاء التي يروجونها على العرب فعندما ترى من يثيرون هذا اللغط يتفانون في مهاجمة الإمارات ويتغاضون عن علاقة تركيا بإسرائيل وعلاقة إحدى الدول بإسرائيل فإن هذا يكشف لك كثير من خفايا الأمور ختاما أقول لمثيري اللغط لستم أعلم بالدين من علماء الدين ولا أعلم بالسياسة من أرباب السياسة فأعطوا القوس باريها